أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في خدمة دروس اليوم لدينا درس بعنوان الجمع بإعادة تجميع العشرات لمادة الرياضيات للصف الثاني ابتدائي فهيا بنا أعزائي الطلاب نتعلم اليوم جمع عددين من ثلاثة أرقام بإعادة تجميع العشرات فهيا بنا للنشاط التالي أعيد تجميع العشرات لأجمع عددين من ثلاثة أرقام ولدي عملية الجمع التالية أجد ناتج ثلاثمائة وخمسة وسبعين زائد أربعمائة واثنان وستين إذن لدي هذين العددين يا أبطال وضعناهما في جدول المنازل سنمثل العدد الأول كم الأحاد في العدد الأول؟ خمسة ممتازين إذن نضع خمسة مكعبات وكم العشرات يا أبطال؟ سبعة إذن نضع سبعة أعمدة نأتي للمئات كم ندي مئة يا أبطال؟ ثلاثمائات إذن نضع ثلاثة أطباق أحسنتم نأتي لعدد الآخر كم الأحاد؟ إثنان إذن نضع مكعبين كم العشرات؟ ستة أحسنتم إذن نضع ستة أعمدة كم المئات؟ أربعة ممتازين إذن نضع أربعة أطباق الآن يا أبطال سنجمع هذين العددين فالخطوة الأولى أجمع الآحد الآحد يا أبطال في هذا العدد؟ خمسة ممتازين وفي هذا العدد؟ إثنان ممتازين الآن سنجمع يا أبطال الأحد خمسة مع إثنان ممتازين خمسة زائد إثنان كم يساوي؟ سبعة ممتازين نأتي الخطوة الثانية أجمع العشرات إذا كان مجموع العشرات عشرة أو أكثر فإنني أعيد تجميع العشرات في صورة واحد في منزلة المئات وأكتب العدد واحد في منزلة المئات نأتي الآن يا أبطال وسنجمع العشرات كم لدي العشرات في العدد الأول؟ سبعة ممتازين وفي العدد الثاني ستة أحسنتم الآن سنجمع يا أبطال سبع عشرات مع ست عشرات كم تساوي؟ ثلاثة عشر أحسنتم واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر لدي يا أبطال العشرات ثلاثة عشر إذا كان مجموع العشرات عشر أو أكثر فإنني أعيد تجميع العشرات في صورة واحد في منزلة المئات العشرات هنا يا أبطال ثلاثة عشر إذن لابد أن نقوم بالتجميع سنقوم بالتجميع يا أبطال الثلاثة العشر وستقوم كالتالي سنأخذ عشرة من العشرات وتصبح مئة الآن يا أبطال نأخذ هذه العشرات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة سنأخذ هذه العشرات يا أبطال وتكون مئة إذن قمنا بتجميع ثلاثة عشر يا أبطال من العشرات إلى ثلاث عشرات ومئة أحسنتم إذن سبعة زائد ستة يا أبطال ثلاثة عشر قمنا بتجميع العشرات يا أبطال وأخذنا عشر عشرات في صورة مئة وتبقى لديكم عشرة ثلاثة أحسنتم إذن نكتب ثلاثة ممتازين ونكتب المئات يا أبطال التي قمنا بتجميعها فوق منزلت المئات أحسنتم الخطوة الثالثة أجمعوا المئات المئات يا أبطال هنا ثلاثة زائد واحد أربعة أحسنتم زائد أربعة ثمانية ممتازين إذن ناتج الجمع يا أبطال هو ثمانمائة وسبعة وتلاثين أحسنتم ننتقل الآن للمثال الأول أجد ناتج الجمع خمسمائة وثلاثة وعشرين زائد ثلاثة وتسعين الآن سنمثل يا أبطال العدد الأول كم في الآحد ثلاثة ممتازين إذن لدي ثلاثة مكعبات وكم في العشرات إثنان إذن لدي عمودين من العشرات كم المئات؟ خمسة إذن لدي خمسة أطباق العدد الثاني كم الآحد؟ ثلاثة ممتازين وكم العشرات؟ تسعة إذن نضع تسعة أعمد وكم المئات؟ لا يوجد مئات الآن يا أبطال نأتي ونجمع الآحد مع الآحد إذن لدي هنا ثلاثة وهنا ثلاثة ثلاثة زائد ثلاثة ستة ممتازين الآن نجمع العشرات إثنان زائد تسعة هنا إثنان وهنا تسعة إثنان زائد تسعة كم يساوي يا أبطال؟ أحد عشر أحسنتم الآن يا أبطال العشرات عبارة عن أحد عشر إذا كانت العشرات أكثر من عشرة فإنني يقوم بالتجميع إذن نعيد التجميع يا أبطال للعشرات لأنها أكثر من العشرة سنأخذ عشر عشرات وستكون في صورة مئة أحسنتم هنا يا أبطال تسعة عشرات أحسنتم ونأخذ واحدة تصبح عشر عشرات إذن العشر عشرات يا أبطال تمثل مئة واحدة إذن الأحد عشر نقوم بتجميعها وتكون مئة واحدة ويكون في العشرات واحدة أحسنتم إذن نكتب في العشرات واحد ونكتب المئة يا أبطال التي قمنا بتجميعها فوق المئات ممتازين خمسة زائد واحد كم يساوي ستة أبطال إذن ناتج الجمع ستمائة وستة عشر أحسنتم ننتقل الآن للتدريب الأول أجد ناتج الجمع ثلاثمائة واربعة وخمسين زائد ثلاثة وخمسين الآن يا أبطال نجمع الأربعة مع الثلاثة الآحد مع الآحد أربعة زائد ثلاثة سبعة أبطال نجمع العشرات خمسة زائد خمسة عشرة ممتازين إذا كان مجموع العشرات يا أبطال عشرة فأكثر فإنني أعيد التجميع الآن يا أبطال عشر عشرات كم تساوي عشر عشرات هي عبارة عن مئة هي عبارة عن مئة واحدة إذن إذا أخذنا العشر عشرات كاملة يا أبطال هل يتبقى عشرات؟ لا ممتازين إذن نكتب صفر والعشر عشرات هي أبطال تمثل مئة واحدة إذن نكتب واحد فوق المئات ونجمع المئات الآن ثلاثة زائد واحد أربعة ممتازين إذن ناتج الجمع أربعة مئة و سبعة أبطال نأتي العددين التاليين سبعمائة وخمسة وثلاثين زائد مئة واثنان وتسعين ممتازين الآن نجمع الآحد خمسة زائد اثنان سبعة أحسنتم نجمع العشرات ثلاثة زائد تسعة إثنى عشر ممتازين وبما أن يا أبطال الاثنى عشر أكثر من العشرة فإنني أعيد التجميع أعيد تجميع الاثنى عشر من العشرات إلى اثنان في العشرات وواحد في المئات ممتازين إذن نكتب اثنان في العشرات ونكتب واحد في المئات الآن نجمع المئات سبعة زائد واحد ثمانية أحسنتم زائد واحد تسعة أبطال إذن ناتج الجمع هو تسعمائة وسبعة وعشرين أحسنتم ننتقل الآن للتدريب الثاني أجد ناتج الجمع مئتان وثلاثة وأربعين زائد ثلاثمائة وخمسة وثمانين نبدأ الآن يا أبطال ونجمع الآحد مع الآحد ثلاثة زائد خمسة كم يساوي ثمانية أحسنتم نجمع العشرات الآن هنا العشرات أربعة وهنا ثمانية أربع زائد ثمانية كم يساوي إثنى عشر الآن يا أبطال العشرات مجموعة إثنى عشر إذن لابد أن أقوم بإعادة التجميع الاثنى عشر يا أبطال هي عبارة عن إثنان في العشرات وواحد في المئات إذن نكتب في العشرات إثنان ونكتب فوق المئات واحد ونجمع المئات الآن إثنان زائد واحد ثلاثة أحسنتم زائد ثلاثة ستة أبطال إذن يا أبطال هذا هو ناتج الجمع ستمائة وثمانية وعشرين أحسنتم نأخذ المثال الآخر خمسمائة وإثنان وسبعين زائد مئة وأربعة وسبعين نجمع الآحد يا أبطال إثنان زائد أربعة كم يساوي ستة أحسنتم ننتقل للعشرات العشرات هنا سبعة وهنا سبعة سبعة زائد سبعة كم يساوي أربعة عشر إذن لدي في العشرات أربعة عشر إذن لابد أن أقوم بإعادة التجميع الأربعة عشر يا أبطال إذا أعدنا تجميعها فإنه يكون فيها أربعة عشرات ومئة واحدة إذن نكتب في العشرات أربعة ونكتب المئة التي قمنا بتجميعها فوق المئات خمسة زائد واحد ستة أحسنتم زائد مئة هنا سبعة إذن المئات سبعة إذن ناتج الجمع سبعمائة وستة وأربعين أحسنتم ننتقل الآن للمثال الثاني في مدرسة ليلى مئتان وسبعة وربعين طالبة وفي مدرسة أختها خديجة ثلاثمائة وواحد وستين طالبة فما مجموعة الطالبات في المدرسة نأتي يا أبطال للطالبات في مدرسة ليلى كم عدد الطالبات ممتازين مئتان وسبعة وأربعين زائد كم عدد الطالبات في مدرسة خديجة أبطال ثلاثمائة وواحد وستين إذن سنجمع عدد الطالبات الآن نبدأ بالآحد سبعة زائد واحد ثمانية ممتازين الآن نجمع العشرات أربعة زائد ستة كم يساوي عشرة أحسنتم إذا كانت العشرات يا أبطال تساوي عشرة فأكثر فإنني أعيد التجميع أحسنتم العشر عشرات يا أبطال إذا قمنا بتجميعها كم يكون فيها عشرات وكم يكون فيها مئات أحسنتم العشر عشرات يكون فيها مئة واحدة ولا يوجد فيها عشرات إذن نكتب في العشرات صفر ونكتب فوق المئات المئة التي قمنا بتجميعها ونجمع المئات 2 زائد 1 3 أحسنتم زائد 3 6 ممتازين إذن مجموع الطالبات يا أبطال هو 608 طالبات ممتازين ننتقل الآن للتدريب الثالث أجد ناتج الجمع 456 زائد 291 الآن نبدأ ونجمع الآحد 6 زائد 1 7 ممتازين نجمع العشرات 5 زائد 9 كم يساوي 14 أحسنتم بما أن العشرات يا أبطال أكثر من العشرة فإنني أعيد التجميع أحسنتم 14 من العشرات يا أبطال كم يكون فيها 10 وكم يكون فيها 100 ممتازين الأربعة عشر يكون فيها 14 والمئة يا أبطال التي نقوم بتجميعها من الأربعة عشر نكتبها فوق المئات ونجمع الآن المئات 4 زائد 1 5 ممتازين زائد 2 7 أبطال إذن ناتج الجمع 707 40 أحسنتم ننتقل المثال آخر 732 زائد 167 الآن نبدأ بماذا يا أبطال أحسنتم نجمع الآحد 2 زائد 7 كم يساوي 9 ممتازين 3 زائد 6 كم يساوي 9 أحسنتم هل نقوم بإعادة تجميع التسعة يا أبطال في العشرات لا أحسنتم لأنها أقل من العشر إذن نكتب 9 نأتي المئات 7 زائد 1 كم يساوي 8 ممتازين إذن ناتج الجمع هو 899 أحسنتم ننتقل الآن للتدريب الرابع أجد ناتج الجمع 352 زائد 475 وسبعين الآن يا أبطال نبدأ بماذا بجمع الآحد ممتازين 2 زائد 5 كم يساوي 7 أبطال الآن نبدأ بالعشرات 5 زائد 7 كم يساوي 12 ممتازين بما أن يا أبطال العشرات هي عبارة عن 12 إذن لا بد أن أقوم بالتجميع ممتازين ولا أكتب الـ 12 كاملة هنا إذن إذا أعدنا التجميع للـ 12 يا أبطال كم يكون فيها عشرات وكم يكون فيها مئات أحسنتم الآثنى عشر يكون فيها عشرتان ويكون فيها مئة واحد أحسنتم إذن نكتب في العشرات اثنان ونكتب المئة التي قمنا بتجميعها فوق المئات ونجمع المئات 3 زائد 1 كم يساوي 4 أحسنتم زائد هنا أربعمئات كم تصبح 8 ممتازين إذن ناتج الجمع هو 827 وعشرين أبطال نأخذ العددين آخرين 389 زائد 51 الآن يا أبطال إذا أردنا جمع هذين العددين ماذا نفعل أحسنتم نجمع الآحات مع الآحات 9 زائد 1 كم يساوي 10 أحسنتم هل نكتب 10 يا أبطال هنا أبطال لابد بإعادة التجميع للآحات الآحات هنا يا أبطال عبارة عن عشرة لابد نعيد التجميع إلى آحات وعشرات العشرة يا أبطال كم يوجد فيها آحات صفر ممتازين إذن نكتب صفر والعشرة التي نقوم بتجميعها نكتبها فوق العشرات ممتازين الآن نجمع العشرات 8 زائد 1 كم يساوي 9 أحسنتم التسعة أجمع من العشرات هنا 5 ممتازين 9 زائد 5 كم يساوي يا أبطال 14 أحسنتم العشرات الآن 14 هل نكتبها هنا لا ممتازين أقوم بإعادة التجميع 14 يا أبطال أقوم بإعادة تجميعها إلى عشرات ومئات أحسنتم 14 يا أبطال كم يوجد فيها عشرة وكم يوجد فيها مئة أحسنتم يوجد بها 14 وأكتب المئة التي يقوم بتجميعها فوق المئات امتازين إذن نكتب فوق الثلاثة يا أبطال واحد ونجمع المئات ثلاثة زائد واحد أربعة أحسنتم وكم المئات هنا لا يوجد شيء إذن نكتب أربعة إذن ناتج الجمعي يا أبطال هو أربعمائة وأربعين أحسنتم ننتقل الآن لسؤال التقويم الأول أجد ناتج الجمع مئتان وثلاثة وستين زائد خمسمائة وواحد وثمانين كيف أجمع هذين العددين يا أبطال ممتازين أجمع الآحد مع الآحد ثلاثة زائد واحد كم يساوي أربعة ممتازين الآن ننتقل الخطوة الثانية وهي جمع العشرات أحسنتم كم العشرات في هذا العدد ستة ممتازين وفي هذا العدد ثمانية أحسنتم ستة زائد ثمانية كم يساوي أربعة عشر أحسنتم الأربعة عشر يا أبطال هل أكتبها كاملة هنا لا ممتازين لابد أن أقوم بإعادة التجميع الأربعة عشر يا أبطال كم يوجد فيها عشرات وكم يوجد فيها مئات أحسنتم الأربعة عشر يوجد بها أربع عشرات ومئة واحدة ممتازين إذن نكتب أربعة في منزلة العشرات ونكتب المئة التي قمنا بتجميعها فوق المئات ونجمع المئات اثنان زائد واحد ثلاثة ممتازين زائد خمسة ثمانية ممتازين إذن كم الناتجلان يا أبطال ممتازين ثمانية وأربعة وأربعين أحسنتم ننتقل يا أبطال المثال آخر وهو عبارة عن خمسمائة وستة وثمانين زائد واحد أحسنتم الآن ماذا أفعل يا أبطال يجمع هذين العددين أحسنتم أجمع الأحد من الأحد ستة زائد واحد كم يساوي سبعة أبطال الآن نجمع العشرات العشرات هنا ثمانية وهنا لا يوجد شيء أحسنتم ماذا أفعل يا أبطال أحسنتم أكتب العشرات كما هي وأكتب أيضا المئات كما هي ممتازين إذن كم الناتجلان يا أبطال خمسمائة وسبعة وثمانين أحسنتم ننتقل الآن لسؤال التقويم الثاني أجد ناتج الجمع ستمائة وتسعة زائد ثلاثمائة وواحد وتسعين كيف أجمع هذين العددين يا أبطال أحسنتم أجمع الآحاد الآحاد هنا تسعة وهنا واحد ممتازين تسعة زائد واحد كم يساوي عشرة هل نكتب الآحاد يا أبطال هنا عشرة لا ممتازين لابد أن أقوم بإعادة التجميع للآحاد العشرة في الآحاد يا أبطال إذا قمنا بتجميعها فإننا نجمعها إلى آحاد وعشرات العشرة في الآحاد كم يوجد فيها آحاد وعشرات أحسنتم الآحاد يكون صفر ويكون فيها عشرة واحدة نكتبها فوق العشرات ممتازين إذن نأتي منزلة العشرات هي الثانية ونكتب فوقها واحد ممتازين الآن نجمع العشرات واحد زائد صفر واحد أحسنتم وكم العشرات هنا تسعة أبطال إذن واحد زائد تسعة كم تساوي عشرة ممتازين إذن العشرات الآن هي عبارة عن عشرة هل نكتبها هنا كما هي لا إذن لابد أن أقوم بإعادة التجميع لعشر عشرات العشر عشرات يا أبطال كم يوجد فيها عشرة وكم يوجد فيها مئة أحسنتم العشر عشرات يوجد فيها مئة واحدة ولا يوجد فيها عشرات إذن نكتب في العشرات صفر ونكتب المئة التي قمنا بتجميعها فوق المئات إذن نكتب الآن يا أبطال فوق المئات واحد ونجمع المئات ستة زائد واحد سبعة أحسنتم سبعة زائد ثلاثة أبطال عشرة إذن كما أصبح الناتج لدي الآن يا أبطال إجابة صحيحة الناتج عبارة عن ألف أحسنتم نأخذ العددين الآخرين ستمية وأربعة وخمسين زائد مئتان وواحد وخمسين كيف أجمع هذين العددين أبطال نجمع الآحد مع الآحد الأحد هنا أربعة وهنا واحد أربعة زائد واحد كم يساوي خمسة ممتازين والعشرات هنا يا أبطال خمسة وهنا خمسة خمسة زائد خمسة كم تساوي عشر عشرات ممتازين العشر عشرات يا أبطال نكتبها في هذا المكان لا أحسنتم لابد أن أقوم بإعادة التجميع العشر عشرات يا أبطال نقوم بإعادة تجميعها إلى عشرات ومئات أحسنتم العشر عشرات الآن كم يوجد فيها مئة أحسنتم العشر عشرات فيها مئة واحدة وكم فيها عشرة صفر ممتازين إذن نكتب في العشرات صفر ونكتب المئة التي قمنا بتجميعها فوق المئات ونجمع المئات الآن ستة زائد واحد سبعة أحسنتم زائد اثنان تسعة ممتازين إذن كم الناسج الآن يا أبطال ممتازين تسعمائة وخمسة أحسنتم تعلمنا أعزائي الطلاب اليوم جمع عددين من ثلاثة أرقام بإعادة تجميع العشرات فالجمع بإعادة تجميع العشرات له خطوات الخطوة الأولى أجمع الآحد فإذا كان لدي هذا العدد يا أبطال وأوليد أن أجمع له هذا العدد العدد الأول هو عبارة عن ثلاثمائة وستة وثمانين زائد مئتان واثنان وخمسين الخطوة الأولى أجمع الآحد الآحد هنا ستة زائد اثنان ستة زائد اثنان كم يساوي ثمانية ممتازين ننتقل الآن للخطوة الثانية وهي جمع العشرات إذا أردت أن أجمع العشرات إذا كان مجموع العشرات عشرة أو أكثر فإنني أعيد تجميع العشرات في صورة واحد في منزلة المئات وأكتب العدد واحد في منزلة المئات نجمع الآن العشرات ثمانية زائد خمسة كم يساوي؟ ثلاثة عشر أحسنتم الثلاثة عشر يا أبطال من العشرات أقوم بإعادة تجميعها إلى عشرات ومئات فيكون في الثلاثة عشر مئة عشرات ثلاث عشرات ومئة واحدة نكتب المئة التي نقوم بتجميعها فوق المئات أحسنتم الخطوة الثالثة أجمع المئات نجمع يا أبطال المئة التي قمنا بتجميعها مع الثلاثة ثلاثة زائد واحد أربعة أحسنتم زائد اثنان ستة أبطال إذن ناتج الجمعي يا أبطال لهذين العددين هو ستمائة وثمانية وثلاثين أحسنتم أسأل الله العلي القديم لي ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته